شكرا لك بسانتا التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم التقى وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تناول اللقاء مجمع ملفات التعاون الثنائية بين مصر وأذربيجان وصبل تطويرها ومن جانبه حرص وزير خارجية أذربيجان على استعراض موقف التوترات بين بلاده وأرمينيا حيث أكد شكري أهمية تحقيق الاستقرار والحيلولة دون تدهور الأوضاع معيدا التذكير بموقف مصر الثابت الداعي إلى حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية كما التقى شكري نظير الأغندي جيجي أودونجو وأوضحت وزارة الخارجية أن شكري حرص على إحاطة نظيره الأغندي بالموقف الحالي لملف صد النهضة كما استعرض استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر كوب 27 إلى جانب أولويات القارة الإفريقية وسبل تخفيف الأثار الثلبية لتغير المناخ على دول القارة أكد وزير الخارجية سامح شكري استمرار مصر في جهودها الرامية نحو دعم الحل السياسي في سوريا جاء ذلك خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون وذلك في إطار الاهتمام المصري بإنهاء الأزمة السورية وتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق حيث شدد شكري على الأولوية التي توليها مصر للتحريك مختلف مصارات حال حالة الأزمة وضرورة تكثيف الجهود في هذا الشأن كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق كما اجتمع شكري بتحالف دول الجزرية الصغيرة في إطار التواصل مع كافة الأطراف والمجموعات المعنية بعمل المناخ الدولية وخلال اللقاء أكد شكري اهتمام الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ التي توليها الدول الجزرية الصغيرة النامية اهتماما كبيرا مضيفا إدراك مصر للخسائر والأضرار المتزايدة التي تلحق بهذه الدول نتيجة للتغيرات المناخية وموجات التقص القاصية المتكررة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاستفتاءات الروسية الهادفة إلى ضم أربع مناطق من أوكرانيا بمثابة عمليات تصويت زائفة على حد تعبيره وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها لفرد إجراءات اقتصادية إضافية سريعة وحازمة ضد روسيا إذا ضمت أراضي أوكرانية دعا الرئيس الأوكراني فريد ميرزي لنسكي دول العالم إلى إدانة الاستفتاءات التي بدأت روسيا تنظيمها وذلك لضم مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا وقال زينيسكي أن العالم سيتفعل بشكل عادل تماما مع السفتاءات واصفا إياها بالزائفة على حد تعبيره قال الرئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي أن القوى السياسية عجزت عن الاتفاق على تشكيل الحكومة مما أدى إلى حدوث انسداد سياسية وخلال كلمة ألقاها أمام الجماعة العامة الأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين قال القادمي أن الحكومة دعت إلى حوار جاد وشفاف لجميع القوى السياسية والأحزاب المختلفة وذلك لمناقشة سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية سعيا منها لتلبية طموحات الشعب والتعبير عن آماله وتحقيق أهدافه لضمان مستقبله أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعم الجامعة العربية للحكومة الشرعية في اليمن والجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل على استعادة مؤسسات الدولة وفعلياتها جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي اليمني محمد رشاد العليمي على هامش مشاركته في الدورة السابعة والسبعين الجامعية العامة للأمم المتحدة حيث بحث الجانبات تطورات الأوضاع في اليمن واحتمالات تتمديد الهدنة مطلع الشهر القادم وأيضا شدد أبو الغيط على أن الحل السياسي يظل الطريق الوحيد لمعالجة الأزمة اليمنية وأن الهدنة توفر فرصة لتخفيف معاناة اليمنين ختام موجز التاسعة فاصل وضع حالتكم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر